مرحبا اهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا بالجميع اذا تحياتنا لرئيس الدولة والامن التونسي والجيش التونسي اذا اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو اذا ماذا يحدث في تونس بعد الحكم على راشد الغنوشي وسهرة رفيقة بوشلاكة باش نشوف اكثر تفاصيل على هذا الموضوع واشنوه ردود الافعال والاصداء على هذا الحكم اللي كانوا يستنوه العديد من التونسة ولكن هذا مش الحكم الاول على راشد الغنوشي مازالت قضايا اخرى سيحاكم فيها واصدار احكام شديدة على راشد الغنوشي اذا جبهة الخلاص من جديد جبهة الخلاص كما شفنا عندها مشكل وترد الرئيسها او اذا جبهة الخلاص تدعو السلطة الى الافراج عن الغنوشي اذا جبهة الخلاص نظمة وقفة احتجاجية وطالبة بالافراج على رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي داعية الى انهاء المظلمة المسلطة عليها وذكرت الجبهة في بيان اصدرته بان الغنوشي معتقل صحبة رفاق له منذ قرابة السنة على خلفية مداخلة سياسية في ندوة لجبهة الخلاص وكانت المحكمة قضت بالسجن ثلاث سنوات نفاذ العاجل بحق رئيس حركة النهضة المعارضة لحكم الرئيس التونسي اذا وسهر القيادي بالحزب رفيق عبد السلام في قضية تتعلق بقبول حزب سياسي اي النهضة تبرعات مالية من جهة اجنبية واكدت الجبهة انها تتابع تواتر الاحكام القضائية بحق رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في غياب ابسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات لسان الدفاع ودون حضور المعني بالامر اذا ودعت الجبهة لمكونات من احزاب سياسية وشخصية وطنية الى وضع حد لهذا الاستهداف القضائي في جو من الترهيب للقضاء والغاء فعلي للمجلس الاعلى للقضاء وكانت الجبهة دعت في وقت سابق من اليوم عموم التونسيين الى وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين امام البلدي في العاصمة وكما قلت لكم الرئيس البارح قال اللي يمشوا عليكم اللي يمشوا قدام المسرح البلدي ويصفقوا ويدعوا الى الانقلاب وكذا عليكم ان تسكروا افواهكم هكذا بهذه الكلمة قالها الرئيس قيس سعيد انمروا من جديد الرئيس الاسبق المرزوقي ينتقد الحكم بالسجن في حق الغنوشي مرة اخرى ينتقى هذا المطلوب للعدالة المنصف المرزوقي وفيه بطاقة جلب دولية اذا انتقد رئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي اصدار حكم قضائي في حق رئيس البرلمان المنحل رشد الغنوش المشير الى ان هناك اغراض ملاحقة السلطة للمعارضين السياسيين اذا وقال المرزوقي في تدوينه له عبر الفيسبوك قال الحكم هذا على الشيخ الغنوشي بالسجن ثلاثة سنوات نافذة والرجل مسجون منذ ابريل 2023 رغم تجاوزه الثانية والثمانون من العمر واضاف اضافة الى السجن وملحقة ما لا يقل عن اثني عشر قياديا وقيادية من الصف الاول في الطبقة السياسية التونسية قمة الذكاء التكتيكي السياسي اشباع غرائز الانتقام عند المتشمتين الذين لا نتشمت فيهم اضف ترهيب المعارضة ادعاء القوى وضع كل المنافسين الجديدين المحتملين للانتخابات المقبلة خارج الخدمة اذا والله انا نحب هو يقول لك المتشمتين راهو يا مرزوقي راهو اللي عملته النهضة موش شوية النهضة اللي عملته راهو موش شوية حركة النهضة اغتيالات قتل سرقة تتصوروا في مخاخكم راهي كانت جامعة كانت جامعة عباد جواعة وطاحوا في قصعة كوسكسي كما يقولوا عباد جواعة يا ولادي راهو البلاد فتقوها من بعضها وطوى سيل مرزوقي يقول لك لأتي هو في حكمه في حكمه هو صارت عملية ارهابية تقتلوا فيها جنود ماهي جنود جنود ماهي جنود وكانت يطبل للنهضة وكانت النهضة تصفر في ابنائنا ويدربوا فيهم في جبال القصرين ويصفروا في الابرياء لسوريا وطوى سيل مرزوقي يقول لك المتشمتين انا واحد من اللهم لا شمت لكن انا متشمت في النهضة ايه العمال لي خالص لانهم صفكوا الدماء انكمل لكم اشنو قال هذا المعتوه اذا قال وتابع اشباع غراز الانتقام عند المتشمتين الذين لا نتشمت فيهم اضف ترهيب المعارضة ادعاء القوة ووضع كل المنافسين الجديدين المحتملين للانتخابات المقبلة خارج الخدمة اذا ولمح المرزوقي الى ان ملاحقة السياسيين سواء المنتمين الى حركة النهضة او المعارضين فيما يعرف بقضايا التآمر تأتي في سياق اقصاء المنافسين في سباق الانتخابات الرئاسية المحتملة اجراؤها هذا العام وزاد المرزوقي لكن هذا الذكاء التكتيكي هو ايضا قمة الغباء الاستراتيجي لو كانت هذه التقنيات تنقض الانظمة الفاشلة على الامد المتوسط لكان بن علي ما زال يسكن قرطاج وانت زادرك فاشل وبدليل انه من تخبطك شلعباد وهك انت توكي هارب وفيك بطاقة جلب اذا اعرب الرئيس التونسي الاسبق على تضامنه مع راشد الغنوشي وكل المساجين السياسيين داعيا الشعب التونسي الى تحرير الاسراء في السجون وهذه تدخل في خانط هذه تدخل في خانط مش تآمر على امن الدولة اكثر من تآمر على امن الدولة التحرير يدعي يعني الشعب التونسي الى تحرير الاسراء يعني حسب راك كيفاش يعملوا ثورة جديدة يخلعوا سجن المرناقية ما فهمتش انا انا ما فهمتش والله هل هالذكاء المصطنع اللي عندك انت يا سي ياسي المرزوق ايباه اذا قيادي في النهضة اذا قال القضاء لم يثبت تورط الحزب والغنوشي يتعرض للمظلمة نفاع عضو المكتب السياسي لحركة النهضة بالقاسم محسنة في تصريح ليه قال تورط قيادات في حركة النهضة فيما يسمى قضية التمويل الاجنبي مشيرا الى ان القضاء لم يثبت ذلك وبين حسن ان تقارير الحركة المقدمة الى محكمة المحاسبات في جميع الدوائر كانت واضحة اذا واضحة جدا مشيرا الى ان القضية بنيت على اتهام خصم سياسي لحركة النهضة وهو محمد عبو عندما كان وزيرا ولم تنجح المحكمة في اثبات شيء واضاف حسنة قال هذا الحكم يدخل في باب المظلمة السياسية المسلطة على حركة النهضة نافيا ان يكون للحركة اية علاقة بموضوع اللوبيغ اذا كانت اخبارنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام لا تنسوا دعمنا بلايك الفيديو وكذلك الاصدقاء الجدد او اول مرة شاهدتوا الفيديو من فيديوهاتنا اخبار يومية وحصرية لا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بجدي ما يصلكم جديد شكرا على المتابعة الاهتمام والى اللقاء شكرا على المتابعة